بصوا بقى أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا أنا لسه كنت بتكلم مع رئيس تحرير برنامج الأستاذ محمود سعيد بقول له يا محمود أنا عندي كواليس كتيرة جدا جدا تخص ما يخص اتحاد كرة القدم خلال الفترة السابقة بالكامل يعني إيه خلال الفترة السابقة بالكامل؟ يعني منذ أن تم تعيين روي فيتوريا وكيف تم تعيين روي فيتوريا لغاية من ساعتين ثلاث فعندي كواليس كتيرة جدا جدا يعني ممكن تاخد ست سبع حلقات ممكن أقدر أتكلم فيها ست سبع حلقات لأنها كواليس مهمة جدا 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 تورينا أن هناك بعض أو الاتحاد المصري لكرة القدم كان بيعمل أمور الناس هتستغرب من اللي أنا هقوله على الرغم من أننا كنت أول المهاجمين على هذا الاتحاد في البداية أو قبل التعاقد مع روي فيتوريا كان فيه أمور مهمة جدا جدا حصلت وأنا شفتها بعناية وشفتها بدليل دامغ يعني سمعت أصوات بوداني حد بيتكلم معا حد وبيقوله أنا وفقت أن أنا بقى مدرب منتخب مصر وفجأة حصل العكس الاسم ده لو أنا قلته الحقيقة هو اسم كبير جدا 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 في عالم المديرين الفنيين في العالم مش في مصر ده كان قبل روي فيتوريا كان الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده قبل روي فيتوريا وزي ما بقول لحضراتكم أنا إسلام سمعت voice notes أنه هذا الرجل بيوافق عن طريق وكيله وعن طريقه أنه هو يتواجد مع المتخب مصر أنا مش هنا عشان أدافع عن اتحاد كرة القدم خلي بالحضراتكم أنا بقول لحضراتكم على تفاصيل أنا عرفته وحقائق حدثت وسمعتها بوداني أنا هنا ما بقولش لا أدافع عن اتحاد كرة القدم الذي أخطأ خطأا بقى حاجة أتكلم في وقت لما أتكلم عن الأخطاء حتكلم عن هذا الخطأ ولكن لو حضراتكم سمعتوا عن المدير الفني للمنتخب الألماني أنا بقول بالإسم ما بقولش أي كلام أنا بقول بالإسم المدير الفني للمنتخب الألماني خواكيم لوف كان أو أعطى موافقة على وجوده كمدير فني للمنتخب مصر قبل روي فيتوريا قبل روي فيتوريا كلام اللي أنا بقول لحضراتكم ده كلام مهم جدا لواكيم لوف مدرب اسمه كبير جدا في عالم كرة القدم وكان منجذب لفكرة التواجد مع منتخب مصر وأعطى موافقة مبدئية وبعدها بأقل من 24 ساعة رجع في كلامه وقال أنا مش حكام أو مش حبق موجود مع منتخب مصر خلال الفترة اللي جاي إيه اللي حصل في الفترة دي يعني ده كلام بقى سمعته يعني ده مجرد كلمات سمعتها من اللي بيقول لي هذا الكلام أو من المصدر بتاعلي بيقول لي هذا الكلام فمش هقوله يعني هو بيقول لي إن في حد كان تدخل ووقف الموضوع وكلام من هذا القبيل أنا الحقيقة بالنسبة لأنا هنا مش ما صدقش حاجة غير لما أسمحها بوداني أو أشوف عليها دليل فده كان قبل روي فيتوريا وبيني وبينكو لما جاء روي فيتوريا ناس كتيرة جدا اتكلمت إنه روي فيتوريا من المديرين الفنيين الجيدين ولكن دايما كان عندنا نقطة أو علامة استفهام في هذا الموضوع وهي إن روي فيتوريا مدير فني هو مدير فني للأندية عمره ما كان مديرا فنيا لأي منتخب ودي كانت النقطة الأهم الحقيقة اللي دايما كل الناس كانت بتتكلم فيها الحقيقة مش إسلام بس كل الناس كل البرامج الرياضية كانت بتتكلم إنه هو مدرب كبير جدا وله اسمه وله تاريخه ولكن مع الأندية ولكن لا يوجد له تاريخ مع منتخبات عموما يعني ولذلك كان عندنا مشكلة مع هذا الرجل وكان بيتضح خلال السنة ونص اللي هو قعده منه يعني ملعبش مطشط قوية كتير ولكن كان عنده فكر بيحاوله طبقا وهو فكره هجومي وإحنا كنا بنعاني من الفكر الدفاعي اللي كنا بنشوفه مع كيروش أو كوبر قبله فكان نفسينا نشوف حاجة هجومية كان بيعملها روي فيتوريا ولكن للأسف عندما جاء الاختبار الحقيقي سقط أو فشل فشلا زريعا زي ما حضراتكم شفته أنا هنا بحمل اتحاد كرة القدم إيه اللي حصل عشان يفشل هذا الرجل أنا جبت لحضراتكم الحكاية من أولها من أول الواكيم لوف الواكيم لوف لغاية لما فيتوريا جيه وعندي حاجات كتيرة جدا هقولها خلال الأيام القادمة يعني